أبو الطيب سعد البزاز اش بيه اش بيه سعد البزاز أبو الطيب الطوني أنا أريد أن أترك لك وقت ترد للشرقية شو تريد أن أقوله ما سأقلنا معك سعد البزاز كل التقدير إلى طبعا بغض النظر عن أي خلافات سياسية فإذا أريد أن تترد علي شو تريد أن أقوله نقوله خلي مرة بحياتك يصير عندك ضمير أنت ضميرك ميت هؤلاء أهنب غزة قاسية أهنب غزة دين ذبحون ما كلفت قناتك تطلع منشور تدافع عن أهنب غزة أهنب غزة بواقع اثنين كان في الظلم أجور يعجرونك ويدفعونك وتاريخ طبعا لحظة 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 ليث لحظة لحظة أنت تذكرني بموقف صار ما أدري ليش أنتوا السياسيين السنة تعتقدون أنه كل واحد يبدأ بمشكلة ويا سعد البزاز يصير تشبير دا تقلد واحد ببالي إل من دا تقلد تمام خلي أقول لك شغلة سعد البزاز مو قليل شر ويعوفك ماكو واحد ما عنده سعد بيكم ماكو واحد سعد البزاز ما عنده ملف عليها الكبرى وأني أعرف أنا خمس سنوات أشتغل بالشرقية وأعرف عقلية أبو الطيب سعد البزاز وأعرف الشون يشتغل تمام؟ بس رح أقول لك شغلة أنت لما نتقول الشرقية قناة العر لا هنا أنا رح أقول لك شي رح أقول لك لا تندق بالإعلام ترى أنت تعرف حجمك وتعرف إمكانيتك وتعرف ماكو واحد سياسي اندق بالإعلام ما نسحك فأنت هسه خاف متسبع بجمال لا حبيبي ده أقول لك إياها لا تندق بالإعلام تمام؟ لأنه رح تنسحك صدقني خافك واحد شم واحد دائر ما دائركم قشمرك قال لك خبط خبط بسعد البزاز وخبط بالإعلام أنت بعد صار الزعيم ما حد يقدر لك لا الزعامة مو هيش وإنت تعرف وإيه اللي قفتك أنا تذكر وإيه اللي قفتك تمام؟ وصورة سيارتك موجودة تمام؟ تذكرت وإيه اللي قفتك وصورة سيارتك موجودة حتى خاف تقول ها ودير بالك إذا نشرت صورة السيارة تجي تقول لي أو تقول للناس والله هذا حمايتي لا أنت وسلمت علي حتى خاف تقول تمام؟ أما بخصوصه بالطيب هو يعرف الشون يعاقبك ويعرف شي يسوي لك لأنه أكبر من عندك إصماخات ندقوا بي وبعدين نتندموا وقاموا يبوسون الأياد وإنت تعرف هذا الحاج فإذا قشمرك جمال وقال لك روح فشر على سعد البزاز فأقول لك أنت مع الأسف يعني صرت ماشة نار أنت مو إيد ولا عقل أنت صرت عصة والعصة هاي من أذبها ما حد يشيلها لأن هي ما تقدر تشيل نفسها ترجمة نانسي قنقر